بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى إن الصدق من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان لأنه يورث الطمأنينة وهو عنوان الإسلام علامة من علامات الإيمان وقد اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بين أهله وذويه قبل البعثة بالصدق ولقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين ولذا رغبنا فيه ودعانا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والصدق يذهب بالإنسان إلى طريق الجنة وجزاؤه الجنة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ووصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالصدق فحكى عن إبراهيم قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وعن ولده إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعن سيدنا إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وفي وصف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماء إذن الصدق من خلق الأنبياء ووصف به الأنبياء والصادق في سعادة وأمان وهدوء والصدق سبب في استجابة الدعاء فمن دع الله تعالى وكان صادقا في طلبه وكان مخلصا في إحساسه استجاب الله سبحانه وتعالى له طالما أنه لا يأمر بمنكر ولا ينهى عن معروف ويطلب الخير ويحب الخير للغير وعلى الإنسان أن يكون صادقا مع نفسه في أمنياته وفي طلباته وفي أحواله ومع عياله وفي كل حال أكون صادق والصدق مع النفس من أهم طرق الصدق وصدق الإنسان مع نفسه أن يعيش طالبا الحلال كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك والصدق يورث الطمأنينة قيل للإمام الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ومن هنا فعل الإنسان أن يصدق وأن يتحرى الصدق وأن يتعامل بصدق وأن يكون صادقا مع الله صادقا مع الناس صادقا مع نفسه وهذا يحتاج إلى الطمأنينة والإيمان والتمسك بأخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن قرأ القرآن وجد في نفسه الصدق ومن تعلم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرى نفسه إلا بالصدق في يوم من الأيام خرج شاب يجري من عصابة فوجد حطابا فقال يا عم يا عم إن الناس يريدون الفتك به فهل لا تخبئني فقال الحطاب أدخل في داخل الحطاب فدخل الشاب فآتت العصابة فسأل الحطاب ألم ترى شاب من يجري من هنا قال نعم رأيت قالوا وأين ذهب قال دخل إلى الحطاب قالوا إنك تستهزئ بنا وتريد أن تبطئ السيرة حتى لا نلحق به فذهبوا وتركوه فلما ذهبوا خرج الشاب من الحطاب وقال يا عم تخبئني في داخل الحطاب ثم تخبر الناس عن مكاني قال يا بني إني علمت أن الصدق من جاه وأن الصدق ينجيك ولولا أنك كنت صادقا مع الله ما نجاك الله من أيديهم الصدق في كل أحواله بابه فيه نور والكذب خراب وبابه وطريقه فجور ونهايته ظلمة وعلى الإنسان أن يبتعد عن الكذب في كل أحواله وأفعاله مهما كان اخترعوا في زماننا ما يسمونه بالكذبة البيضاء أو الكذبة القليلة أو التي لا تضر الكذب كذب والصدق صدق كن صادقا في كل أحوالك وأفعالك مهما كان واصدق مع الله اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا عالما لا أحبابنا ومن دوينا droveناっぱكي المصطفى منا